بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على رجو الرابعة فكرة اليوم إلى علاقة بمفهوم الحكم الذاتي اللي بينظم العلاقة بين الدماغ والجهاز العصبي التلقائي الجهاز العصبي بشكل عام بين قسم إلى قسمين الجهاز العصبي المركزي اللي فيه المخ والنخاع الشوكي والجهاز العصبي الثانوي اللي لا يشمل المخ والنخاع الشوكي ولكنه مسؤول عن تحويل الرسائل من الحواس الخمس إلى الجهاز المركزي وبالعكس فإذا فيه جهازين فيه جهاز العصبي المركزي وجهاز العصبي الثانوي الجهاز العصبي الثانوي ينقسم إلى قسمين فيه الجسمي والتلقائي الإنسان مثلا قادر على التحكم بالجسمي إراديا من خلال بعض العضلات والروابط فيما لا يستطيع أن يتحكم بالتلقائي يعني الجهاز العصبي الثانوي التلقائي أبدا لأنه التلقائي يتمتع بحكم ذاتي ويتحكم بعمل الغدد والأوعية الدموية وبعض الأعضاء الداخلية والخلايا يعني الدماغ والجهاز العصبي كلهم ما فيهم أحيانا يتحكموا بعمل الغدد والأوعية الدموية وبعض الأعضاء الداخلية والجهاز العصبي وإلى آخره من دون مراقبة أو محاسبة من الجهاز المركزي يستطيع الجهاز العصب الثانوي التلقائي أنه يشتغل على زوءه السؤال لماذا يسمح دماغ الإنسان للجهاز التلقائي بهذا الكم من الحكم الذاتي؟ ألم يحن الوقت لدماغ أن يضم هذا الجهاز إلى سلطة المطلقة؟ وهل من الأفضل الإنسان أن يتحكم دماغه بالجهاز التنفسي والهضمي وحركة الدم ودقات القلب وغيرها من الأعضاء والخلايا؟ أو بس يتمتع بحكم ذاتي؟ الجواب أكيد لا لأنه لا يجوز لهذا الدماغ أن يتمتع بكل الصلاحيات لأنه أحيانا يقع تحت تأثير تشويش والخوف والعواطف الجياشة والحب الأعمى وغيرها من العواقب والمفاجآت والمشاكل انتهت الفكرة هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة اشتركوا في القناة